اهلا وسهلا بكل سادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبشوفونا على شاشة القناة الاولى والفضايا المصرية من التليفزيون المصري حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير اكلة امي اكلة امي يعني كرومب يعني حلت كرومب تتعمل وصايا خطب ابنك جزء بنتك الحاجات الحلوة اللي بتشوفها في المطبخ المصري هدايا حلت محش كرومب انا شخصيا بضعف قدامها والنبي لو فيه دي كرومي ولا فاخدة ضاني حلت محش كرومب باللحمة اكيد بفيش كلام ولكن النهاردة الشيف المغاز بيرايح كل الاموات اللي بتشتغل بالذات هدية مني واللي بتبع عندها ولاد ومشغولها معاهم ما عنداش وقت تقعد بقى تلف حلت محش فيها الف وسبعة تلات تلاف الحاجات دي كلها فنعمل النهاردة الكرومبية دي بطريقة كده لطيفة وبسيطة قالب كرومب محشي هنشوفها نعملها مع بعض ازاي فكرة كده لطيفة حلوة هرياحك منها هتديك نفس الطعم وتبقى لطيفة وجميلة معانا مقادرها لحمة ورز مصري ده اساسي والكرومب بتاعنا الجميل من خير ارضنا طبع شربة النهاردة في اياب الشتة الحلو متنوع الاطباق الشربة يوميا معانا من خلال البرنامج بتاعنا هنعمل شربة طماطم النهاردة بالتوست هنقدمها لطيفة فكرة عمل شربة البصل من المطبخ الفرنس بس بدون جبنة هنشوف نعملها مع بعض ازاي وهو تغيير في طبقة الشربة بتاعتنا ازا كان طماطم او عاتس او خلافة الحلو النهاردة مفاجئة العرع العسل بتاعنا ومن خير ارضنا بنشوفه على طريق الزراعي واحنا رايحين جايين على الريف المصري الجميل اللي بوجه له تحية كبيرة من مزبيره العرع العسل ده معانا هنعمله بانكيك ببساطة شديدة جدا وبطريقة سهلة كمتة الغزاية عالية جدا والمحتوات بتاعته في كل بيت في متناول الجميع مش عايز اتطول حضراتكم لان النهاردة عندي حل تكرومب او اطراحوا بعيد تابعوني بعد الفصل ورجعنا لحضراتكم بعد الفصل محلك سركة والشيف قاعد بغازل كرومباية حلوة من خير ارضنا عايزنا نتكلم عن الكرومب المصري بالذات من نعم ربنا علينا الكرومب الضرانيات الجميلة كرومب بروكلي ارنبيت دي حاجة لطيفة اللي هي قريبة من الارض وطالما هي قريبة من الارض واخد حنية الارض المصري الكرومب الحلو بتاعنا ده ازاي اعلمك تشتريها الاول علشان لما نروح البيت تلاقي ورق نلفه تشتري الكرومباية التقيلة ما تشتريش الكرومباية الخفيفة الخفيفة مش هتلاقي فيها ورق كتير هتلاقي مسقفة عرفاضي دي رقم واحد رقم اتنين لما تكون تقيلة تبدأ انك انت تقطعيها وتسليها في مية بقليل من الملح والكمون علشان نعالج مشاكل الانتفاخ ومشاكل الكولون مع الناس اللي معاها مشكلة مع الكرومب انا هنعرض اعمله طريقة مختلفة بسيطة وسهلة هاخدتها زمية كده وتعالوا نفرغها يعني ايه نفرغها عم مش شيف هنشوف مع بعض مقادير الكرومب على الشاشة كرومباية حلوة لطيفة وجميلة حماتي جابتها لي وهي جاية تزورني ماميتو جابتها لي وهي جاية تزورني انا اشتريتها من السوق مفيش مشكلة معانا لحم مفروم كان دوز او ضاني حسب الرغبة معانا رز مصري الكرومب يتصدر الصورة الحلوة تتحدث عن نفسها معانا بصل ومعانا توم معانا خضرة المحش بقدونس وكزبرة والشبت السلاس المرح يطلق عليه الشيف المغازي السلاس المرح زي سلاسة اضواء المصرح رحمة الله عليها يعني شبت يعني كزبرة يعني بقدونس السلاسة دولت لازم يكونوا موجدين في المحش المصري بالذات من غيرهم المحش يتيم لا طعم ولا رائحة تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي اول حاجة بشيلوا الراس دي كده رحمة الله علي امي كانت دايما الراس دي تقشرها لي والله العظيم ارجع من المدرسة اللي هي دي كده وخرجنا الجميل بالله عليك عشان بيقولوا ازاي راس الكربية تتاكل والكرمبي دا كان يتخلل بالشطة طبعا انا مش هدفع اكل على الهواء اخلص الحلقة من هنا واكلها شفت الحلقة دي ديتلها تعمها سكر عسل كده تعمل بانجر تعمل قصب لطيفة وجميلة الف انا وشف حبيت بس اوضع حاجة كده حلو الكلام او اتذكر الايام الجميلة معايا الكربية لطيفة هي ازاي الفل هشيل قلبها كده بالراحة نفيش حاجة تترمي منها على فكرة ممكن نعمل منها سلطة سلطة الكرسولول اللي احنا عارفينها بالمايونيز او بالزبادي والتوم ممكن نعملها مخلل ممكن نعمل رز بالكرمب حاجات كتيرة وافكار كتيرة هشيل ده كده بالراحة زي ما قلت لحضراتكم ده مش هيترمي استخداماته كتيرة قوي بنخلل للعروق في شطة وفي لفلة حلوة مع خل وملح وتحط البرطمان كرمبايا هنا عندي زي الفل ايات جاهزة باخدت زي ما هيئة كده عم الشيف باشيل دول كده كمان بوفر عليك وقت انا على فكرة انا دوري اساعدك يا امي دوري اساعدك يا ستك كل اللي بترجع من شغلها متأخر وجوزها بيحب المحشي يعني قلولي تعالى ايه ركع عامللك فكرة النهاردة انا عارف ان والدتك بتأكلك المحشي الكرمب بطريقة مصرية الحلوة اللي احنا عارفينها انا النهاردة عاملولك بطريقة جديدة جبت صنية زي دي كده بتاعت المقلوبة واخد الكرمبايا الحلوة دي عم الشيف واحطها هنا وسبتها هنا كده والماء هنا كده الله عليك عم الشيف حلوة كده لغاية دلوقتي تمام هنخليها قدامنا كده وتشوف نكمل مع بعض ازاي اخليها هنا قدام عينية حلوة الكلام شفت الفراغ الحلوة ده كده هنحط فيه لابداع الطهوة دلوقتي حل على النار طاس على النار شديدة الحرارة معانا رز معانا لحمة ناخدين خلانة كده وعلى النار شديدة كده معلقتين زيت صغيرين ممكن يكون زيت زيتون بنحط معلقة سمنة حلوة انا بحب السمنة في المحشي حلوة نحط بصلة نعمة العادي بتاعك بقى بتعمل خلطة المحشي بس دي بستوية شوية دي بصلية فاصة يتوم طبعا كل الموظفات واللي بيشتغله هيدقولي دلوقتي شفت ازاي؟ البيت بقى فيه كرومب ها؟ يعني فيه ايه؟ ريحة الكرومب وعلى فكرة الكرومب من الحاجات الحلوة اللي بيعالج مشاكل الكبد ويخلص الكبد من الدهون الزائدة كمتة الغذائية عالية جداً مشاكل الامساك الكرومب له فوايد كتيرة بصلية على النار بدلعها بمعلاقة سمنة معلاقة زبدة مادة دهنية حلوة كده مع التومة حلوة انزل البهارات بتاعت الحلوة اساسي كمون مع بابريكا شوية البهارات باعمل محشي بقى يعني توابل يعني لمسات ايدك الحلوة يا امي بتعمل ايه احسن مني الملح نقلب كده كسبرة بقت البصلية شكلها حلو شفت الدلع ده كده معايا لحم مفروم ممكن مغير لحمة زي ما انت عايزك رز بس وخضرة بس احنا عاملينه بلحمة كندوزة النهاردة مفروم نقلب البصلة خدت لون مع اللحمة واستنى على اللحمة كده لما تتفلفل حلو ماينفعش احطها هاناية هقولك لي دلوقتي وانا شغال مع الكروم واقلب البصلية كده شيء شاء مية عندي من المية اللي بتغلي من جزد اللحمة بسرعة الله شفت الحلاوة دي كده معايا رز مصري تعالى يا غالي من غيرك المحش يتيم قاوة تفتكر تعمليه برز بسمتي ازعل منك العالم كله يعمل محش الكرومب بالرز المصر بتاعنا الجميل الحلوة والكرومبها الحلوة دي مش هتلاغر في مصر حلو؟ اه في الكرومب التاني اللي بتعمل سلطة دي طبعا ايه طعمه بقى زي دا خالص يعني وده حاجة وده حاجة خلي بالك ده بيستخدم في السلطات اكتر حاجة ده الرز مع اللحم مع التوابل السمن البلد الحلوة اللي جايبها حماتك وهي جاي تزورك السطة الطيبة بتخشش عليك فاضية الدور عليك بقى تفتح الدف ريزر والتخزين اللي عندك ده وتطلعها الحاجات الحلوة وتأكلها من الحاجات الحلوة اللي الشيف المغازي بيعملها وفاجئيها بفكرة عمل الكرومب ده كده ما تقول لاش بقى الكرومب بتاعك ولا بتاعي لا السلطة ده مينفعش قولي لها يا رايك انا عاملة كرومبية النهاردة بتارية جديدة ما خدتش مني وقت يا تيتا وتجو ده حلو؟ شربت الرز ازاي اهو 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 ننزل بالخضرة بتاعتنا بقى دونس كسبرة شابت السلاس المرح اللهم صلى على النبي خضرة شابت جوز برا معلقة معجون طماطم جوز بيحب الحار اخد ارض فلفل حلو موجود عندنا بنقطعه بالسكينة كده المحش ازو ما كانش فيه سن سبايس شوية بيبقاش له طعم انا شخصيا بيحبه كده ننعم الخضرة دي كده عشان مايبقاش شكلها ملفت للنظر في الرز بسيبك من الشطة الحصى اللي بتيجي دي دايما في السبايسي في الحاجات دي استخدمي الحاجات الطازة الفلفل الحار الشطة اللي هي الحصى والشطة النعمة دي ما تخلاش في البيت كتير قوي مشاكلها الصحية شوية اكتر من الفلفل الطازة ده اللي ما عنده مشكلة مع السبايسي خلي بالك اه ما انا اعرفش بقى مكوناتها ايه فيها ايه هو ده الله زي الفل نقلب بسم الله الرحمن الرحيم ايه الحلاوة دي عمش ايه الجمال ده ايه الجمال ده ايه الجمال ده ايه الحلاوة دي اه ده انا اساوي بالمية واكله كده بس خلاص ممكن بقى اقولك على محطة كده بسمعها محطة ابداعية مغازية يعني ايه عم تشيف فكرة تانية بتجغد الكرمب تقطعيه كأنك بتعمله السلطة وتحطيه على الرز باللحم ده كده وتطبخها طبخة اسمه الرز بالكرمب واللحم اخوانا السوريين والشوام مشهورين بيها ايه نقطع الكرمب كأننا بنعمله سلطة وينزل دلوقتي مع زبط عيار المية بتاعك وتبقى عملتي ايه رز باللحم والكرمب نحط المية بتاعتنا اللهم وصلى عن نبقى هو ده يلا بينا ونتسيبهم على النار يستويوا تقريبا تقريبا تلت اربع سوى اه الله على الريحة الحلوة بتتكلم مصر اهم حاجة السلاس المرح كسبرة بقدونس شبت بصلة والتومة ما في عسبنا بلدي معلقة زيت معلقة معجون طباطم بوهرتك الحلوة المصرية ونسيبها على النار تتكتك ايه الشرح النظري للفكرة دي دي الحلة بسم الله الرحمن الرحيم هناختها زي ما هي كده وهنجيب الخلطة الحلوة دي عم الشيف ونحطها هنا كده ونسويها زي الفل ونزبط لها السبايس بتاعها والشربة بتاعتها ونغطيها بورقة زبدة وورقة فايل ودخلها الفرن كاديك بتعمله ورقة لحب هتطلع من الفرن بعد نص ساعة من الان ان شاء الله هتلاقي كرمبية مستوية والخلطة في قلبيها خدت البصمة بتاعت الكرمبية وتقطع تقطعيها باية مربعات مسلسات زي ما انت عايز ايه رأيك في الفكرة الحلوة مش ريحتك انا وسبتلك وقت كبير تزاكر للأولاد سبتلك وقت كبير تجاهز البيت وتحضريه عشان جزء جاي متأخر من الشغل خلنا ناخد بعضنا نطلع فاصل صغير بس عايز دعوة حلوة اوه هتروحوا بعيد تابعوني بعد الفاصل ورجعنا لحضراتكم بعض الفاصل تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد انا يا امي دوري انك تخش المطبخ تعملي افكار بسيطة وسهلة وترضي افراد الاسرة كلهم جوزك نفسه في المحشي ما عندك ايش وقت يفاجئ ايه بفكرة جديدة ممكن تعجبه والرجل يعني يقولك كده تمام احنا اه ما بناخدش وقت كبير في المطبخ وعندنا مشغولات تانية وعندنا اهتمامات تانية وعملت كرومب بدفسك كبة الغزائية العالية زي الفل هناخد الخلطة الحلوة دي عبد الشيف وتعالوا مع بعض ازاي نحطها هنا في الكوروباية بتاعتي اه اللهم صلى عن النبح شفت الحلاوة دي ناخد شوية كوروبة من المتقطة عندنا هده كده شوفت الجو ده اه شوفت الجو ده كده اه اه انا واقف اه فكرة جديدة يا مغازي اه 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 بني اكرمك اه اه عشان يمتص السوائل بتاعة اللحم والرز وانا اشغل كده اه شوفت الجو ده كده اه واضغط عليها كده براحل وننزل بدول كده 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 اتي لو جبت كوروباية ممكن ما بتكفيش حلة محشة عشان تعمل لي حلة محشة حلوة لازم تجيبك ربايتين تلاتة حلو عشان تكفي الحبايب عملت الفكرة الحلوة دي ونجحت معك فيش مشكلة لما هتاخدوا طبع حلو تخبط عالجران والحبايب والنبي وص على سبع جار يا ام سعاد يا ام محمد يا اختي يا ست الكل انا شفت الشيف المغاز على القناة الاولا النهارده اجابكوا رباية يا اختي بدقعد ساعتين تلاتة نقعد نلف في المحشة عملها في خمس دقايق شفت الجو ده كده اه تمام زي الفل هجيب طاصة كده بحطها على النار بحط فيها معالية زيت صغيرة فصل يتوم حلو واعمل شوت شور بحلوين كده من ايدي معالية سامنة حلوة واغطيها بورقة زبدة بعد كده حلو معانا ورقة زبدة معانا ورقة فويل نصيحة مني لما تعملي ورقة لحمة تعملي صواني بتغطيها لازم طبعا يسبق الورقة الفويل وورقة الزبدة علشان مشاكل الفويل بتاعنا لما بيسخن بيترك أثر طبعا على وش الحاجة اللي انت مغطيها حلو تقص على النار تسخن كده يلا بينا علوم شوية بوهرات حلوين نفس البوهرات اللي حطناها على اللحة ده عشان نسقي بيها لإيه؟ كرمبايا بتاعتي حل شوية الملح شوية الفلفل شوية طماطم أو عصير طماطم ها ها شوية خضرة حلوين من اللي عندك عشان نمشي على نفس المدرسة ونفس الطعام ها ونقلب الخلطة الحلوة دي كده الله كنت فين من زمان يا شيف خديت شوية ايه؟ بس طبعا عشان على الهوى وعشان ما حضراتكم كده شغال واحدة واحدة لو انت دخلت المطبخ وحافظة الطريقة دي بيش تاخد منك ثلاث دقائية بس خلاص ناخد الخلطة الحلوة دي عم الشيفة ونشرب بيها الكرم بتاعنا ها شربة والله عندك شربة لحمة مش هتقولها ها زي ما هي كده شوف هنعمل لي دلوقت ها تقوم الكرمباية تشرب بين الدلع والحلاوة دي ها خلي بالك ها شفتي؟ بتروح فين الشربة بتروح فين الحلويات دي ما بين الكرمب وبعضه درجة حرط الفرن عندي مية وتمانين عايز دخلها الفرن كده عشان عندي لسه شغل كتير عندي حلوة وعند شربة الله عليك ورقة الزبدة حلوة عليها ورقة الفويل درجة حرط الفرن عندي مية وتمانين ايه الحلوة دي عمشيك؟ ايه البساطة وايه السهولة دي؟ دي مكانة فينة عمشيك؟ اللهم صلى على النبي اوه افتح يا سمسي فارضية الفرن بنوسع لها كده لو عندك شبكة الفرن نازلة تحت طلعها فوق شوية وندخل الصدرية الحلوة دي كده اللهم صلى على النبي يلا بينا يلا بينا اوه بصيلي عليها كده اه شكلها يخوي في الفرن اه بس فيها فكر طهوي فيها بساطة فيها سهولة فيها توفيرا للوقت بتاعك تعالوا مع بعض نعمل ازاي شرب الطماطم بالتوست بطريقة بسيطة وسهلة بس اللي قاعد بيشاهدنا دلوقتي بيشوف الكرمب اللي باقي عندي ده بصيره ايه؟ طبعا الراس الكرمبية اتتفانى مع بعض هنخلص الحلوة واحل بيها الكرمب ده ممكن يتعامل صلطة ممكن يتخلل بالشطة وباللمون مع زيت وخل واتحط ببرطمان يطلعه نحطه على الاكل لنوع من انواع الترشي لطيف وجبيل ويبقى انتاج منزلي انتاج بيتك له افكار كتيرة في حلقات من التاني لحلقات التانية او في افكار تانية نقدر نقدمه بشكل ابسط من كده انا مش عايز تطور حضراتكم هناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير ونرجع بعض الفاصل هنعمل شربة في ثلاث دقايق اسهل من عمال الشاي معانا حلو النهاردة اللي هو بيسموه البانكيك بالارعي العسلي بتاعنا المصري اللطيف الجميل اوه تروحوا بعيد تام واويني بعد الفاصل ورجعنا لحضراتكم بعض الفاصل تفاصيل بسيطة وسهلة ولكن بشكل جديد وطعم جديد معانا في الفاصل شلنا لورقة الفين وشلنا ورقة الزبدة بنع الكرمباية بتاعتي واستأذن مخرجنا الجميل وفي ارسال التلفزيون المصري نشوف الابداع الطهوي ريحتك حال ايه ده ايه الجمال ده واسيبها بقى تاخد وشه كرمب طبعا طبعا علشان نبقى فيه مصداقية الكرمباية طبعا مش هتبقى بستوية بنفس فكرة ان انا لفه احنا بناخد الورقة ونسيب العروق هنا الكرمباية كلها بايه ببراكتها شربة الطماطم على النار ميادير شربة الطماطم بالتوست مياديرها على الشاشة معانا طماطم صحيحة بنضربها في الخلاط بعد منشيل القشرة بتاعتها بيبع عندنا عصير طماطم معانا بصل معانا توم معانا زبدة معانا معلقة معجون طماطم معانا شوية كرافس حلويد والكرافس ملك الشربة تقدر تستخدم معلقة نشا لقوام الشربة تكتفي بقوام الطماطم اهلا وسهلا الميادير على الشاشة وانا للامانا ضربت الطماطم وحطتها في الحل على النار ايه بصلايا توميا حابة تعملها بالزيت اهلا وسهلا حابة تعملها بالسمنة اهلا وسهلا ايه واسبها على النار تستوي ايه توابل شربة الطماطم للامانا بارئة من الكمون بارئة من الكزبرة هم شوية زعتر مع شوية ملح مع شوية فلف او رحان اغضر بابريكا زي الفن اما طبعا شربة العتس اساسي فيها الكمون فيها انواع من الشرب مش لازم فيها كمون وكزبرة زي شربة البطاطس مثلا توابلها رحان اغضر او زعتر مع كريمة لباني مع ملح وفلفل اكتر من كده مفيش شربة الطماطم تحب البابريكا تحب الفلفل السود حابة تحط فاجن زبيل اهلا وسهلا ونقلبها على النار كده ونسيبها تستوي حلوة او تعالوا مع بعض نعمل الحلوة بتاعنا البان كيك بالقرع العسلي مقاديره على الشاشة معانا واحد كوم من الدي معانا دي ومعانا قرع عسلي ومعانا بيض ومعانا فانيليا ومعانا بيكن بودر في المقادير تعالوا تشوفوا نعمله مع بعض ازاي بطريقة سهلة وبسيطة اساسي معايا القرع العسلي هو البطل في الحلوة بتاعنا اما فكرة عمل البان كيك احنا عارفينها ياشفنا حلوة اوي هناخد البيض مع الحليب حلوة اوي ينفع من البان كيك من غير بيدي عمش شيف هيبقى ضعيف حلوة اوي في المقادير اتنين بيضة مع حليب حلوة اوي مع شوية فانيليا دايما البيض مي لازم الفانيليا في عمل الحالي نقلب دول مع بعض تعليمي حاجة هنا لما تخفيه بيض مع بعض السوائل زي الحليب الزات لازم تخفيه بعكس معكوس يعني شوية كده وتيجى عامل المضرب بتاعك كده سريعا يتخفي معاك البيض مع الحليب الا اذا تخفيه البيض لوحده شفت ازاي زي ما انا شغال كده بيض حليب فانيليا بيض حليب فانيليا معانا البيكن بودر عادي ايه المواد الجافة الوحديها والمواد السائلة الوحديها نقلب دول كده وننزل كده ووفر على نفسك وقت وتجيب الخلاط تحط فيه الحليب والبيض ما عادي ايه وكلهم تخفوا مع بعض بس في الحالة دي لازم تعرفي انك انتي عارفة المقادير ببساطة خالص اللي هو واحد كوب من الحليب معاهم اتنين بيضة معاهم اربع معالق من الزيت في قلب الخلاط وننزل بالدقيق بالتوالي معلقة ثم معلقة لغاية لما تاخد القوام اللي انت عايزة شفت ازاي العجينة بتاعتي سهلة خالص معلقتين زيت مع رشة ملح لغاية دلوقتي عم مش شيف عرفنا ازاي بتعامل البيكن البان كيك اه بان كيك بالقرع العسل فين القرع العسل اللي ما كانوا هنا بقى هو ده الكلام اه اضافة الزيت لعجينة البان كيك بيخليها ايه نعمة ولها قوام وتبقى عجينة البان كيك بعد ما تستوي طرية معايا اه ممكن تحط زبدة بس عيب الزبدة بعد البان كيك لما بيبرد بيبقاس شوية اما اضافة الزيت للبان كيك بدل الزبدة بيخلي عجينة البان كيك بعد ما تستوي طرية الافكار اللي بقولها دي والبساطة اللي بقولها دي بتساعدك انك تقف في المطبخ زي ما قالت السيتم بوكلسوم واصلك الخطوة يمشي مالكا هناخد القرع العسل بتاعنا زي ما هو كده ونخفوقه هنا كده اه احتاجت شوية بنحط شوية حليب نقلمهم كده هنلاقي في الجنة ان شاء الله شايف الخليط ده زي الفل اللي عم الشيف نشيل كل حاجة من هنا وتعالوا نجيب طاصة حلوة ونبدأ نشتغل ايه واحدة واثنين وثلاثة واربعة طاصة دي على النار نشيل الشربة نخلاها هنا ونحط دي كده ايه الدنيا هنا شوف الشربة وهي عالدار فايرة ايه الحلاوة دي عم الشيف ايه الجمال ده لا بالله عليك تولع حل؟ طيب نخلاها هنا معاكم كده حلوة زي الفل الله الشربة جاهزة شوف القوام هو ده نغرف الشربة بتاعتنا تستهل الطبع الحلو ده كده نعم يا غالي لسه بادرع الكرومب الكرومب في الدقائق الاخيرة قبل نهاية الحالة بانطلعها انا هاغرف الشربة دلوقتي مع شرايح التوست او مع رقائق التوست توست عندنا موجود عندك في التلاجة او بتجيبك كيس توست بتاخده منه شوية والباقي بتحتفز بيه بتقدر تعملي عيشة صرايا بتعمليه الاولاد كلاب سانداوتش في اللانش بوكس بتاعهم بتعمليه حلو رولز مع موز وتقليف قلب الزيت كل دي افكار جبتي كيس توست واضطرتي تجيبيه بسعره طبعا فتعملي منه اكتر من حاجة بأفكار بسيطة وساحة هايز اغرف الشربة دلوقتي مع بعض عشان بقى يركز مع البانك كيك حالو الكلام قد شرايح التوست بتاعتنا طوست كيكا دول بيتقطعوا بسكينة يفضل بسكينة منشار نشيل دي من هنا في طريقتين لتقديم التوست مع شربة الطماطم ممكن ان انا احطه زي ما هو كده على وش الشربة بعد ما اغرفها وفي ان انا احمصه مع قليل من التوم والزعتر واقدمه زي ما انت عايزة انا بشيل اطراف التوست بس انا والله العظيم بحب اطراف التوست للامانة بس ممكن نشيلها كده على جام ونستخدمها في عميل ايه البقسمات اللي بنعمله بنيه شفت ازاي الفكرة اهو حاجة جديدة اهلا دولار بحشرية هتقولي يا شيف مغازي يعني عشان اعمل شرب الطماطم للاولاد اجيب كيس توست واستخدم منه تلاتة واخلص ما انا قلتلك يا ام تقدر تستخدم التوست ده في حاجات كتيرة وافكار كتيرة بسيطة وسهلة هناخد التوست ده كده في الصينية اللي هندخلها الفرن بنرسه كده وبنعمل خلطة من الزعتر او الريحان مع التوم مع زيت زيتون وبنحطهم عليها وندخلها الفرن تتحمص شوية قادل فكرة وقدمت شربة بشكل جديد ممكن يكون ولادك اكلوها في بعض المطاعم اذا كانت بتقدم بالشكل ده اكلوها في مكان تاني انت قدمت لهم فكرة جديدة زي ما هي كده في بولة صغيرة كده هو دي المطبخ البساطة السهولة شوية زيت صغيرين كده علوم سنة بابريكا حلوة علوم فرشاء ونحط عليهم قليل من الخضرة شوية توم ونقلبهم كده شوف الفكرة جاية منين اهو نبدأ نعمل كده الله بقت تستاية لها طعم تاني خالص شيل دي من هنا حاضر عيني تاخدت زي ما هي كده فكرة للتغيير في المطبخ بتاعك لأولادك لأسرتك ما هو ربنا سبحانه وتعالى عادل البشر طماطم في كل المطابخ بصل في كل المطابخ توم رز فراخ لحمة ولكن الفكر الطهوي احنا اللي بنطور منه تنوعك في المطبخ احنا اللي بنطور منه درجة حارة الفرن عندي مية وتمانين فرصة نشوف الكرنباية بتاعتنا اخبار ايه صلى على الحبيب قلبك يتيب بص شوف الكرنب ودلع الكرنب هنحط دي هنا كده ونقفل الفرن بتاعنا ايه اللي حلاوة الجمال ده الفالك حاضر يا فاتح ليف يا كرنباية وريني جمالك الله نقفل الله عليك تعالوا مع بعض نغرف الشربة بتاعتنا ايه الاخبار بسم الله الرحمن الله ايه زي الفل نعمة اهو شوف الشربة الشتة عايز الشربة شربة عتس شربة الطماطم شربة مشروم بالدجاج الله شربة الطماطم ديها لها كزا فكرة الله تقدمها معا كريمة لباني يعني انا مش بحب الكريمة لباني مع الشربة الطماطم تبقى داسمة شوية تعالوا مع بعض نعمل بان كيك بقى ونقف كده ايه نتفرغله تقدري تحط الشربات بتاعك عسل بس هو مش محتاجة عسل للامادة للقرع العسل فيه كمية سكريات حلوة هو كده كده طعم وسكر تقدري تحط السكر بودر زي ما انت عايزة طبيعي طالما باعمل بان كيك بجيب طاسة اعلمك على حاجة حلوة بقى عشان تتحمر بسرعة البان كيك معاكي جيب طاسة وتحط فيها شوية زبدة ده مهم جدا على فكرة مخلوطين بمعلاية زيت شوفي بس التركاية دي هتدعيلي زيت عادي من الزيت زيتون ليه الزبدة عم الشيفة بس خلوة ونبدأ نشتغل مع بعض الفكرة ان خلطلات الزيت بالزبدة لحكتين الزيت بيحملي الزبدة متتحرقش بسرعة غير لما اخد الغرض اللي انا عايزه منها اللي هو احمرار البان كيك اللي انا هعمله هاخد كده شفت الفكرة جاية منين اه الله عليك عم تشير بنا بريكلك عندنا ناخد كده الله بسم الله الرحمن الرحيم بيبدأ نحط كده نضع الريحة الحلوة رحة الفانيليا بعشاقها خاصة المع كيكة مع بان كيك مع شوية رز باللبن مع شوية مهلبية حكاية خليها على النار كده ونار هادية جدا 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 بعد تسخين الطاصة بس فكرة الزيت مع الزبدة خلاص ساحة الزبدة بنخليها على جب اه وهدي النار تاخد وقتها في الساعة عشان كده سيبها للاخر بعد ما خلصت شغلي ده مهم جدا على فكرة وطف النار ما لهاش عوزة عشان ما ندفعش فاتورة كهرباء عالية ده مهم جدا على فكرة تقف في المطبخ سيب المية شغالة على الفاضي وتخرج من المطبخ تعود مع الاولاد وتسيب المية شغالة لا تسيب الغاز شغال لا تسيب الكهرباء شغالة لا بييدك توفر كل حاجة حالوا الكلام اه تسيب على النار كده زي الفل تمام تعالوا نشوفوا مع بعض الدنيا عامل ايه هنا الله توست اخباره ايه هناك نطلع الكروباء الحلوة دي تبص عليها عجبني شكلها قوي احطها هنا كده يلا بينا تستاهل تستاهل نتعب عليك بس تعبك يعني ومجهودك مش جنبي حلة محشي ايه الحلاوة دي عاملشي ايه الجمال ده بسم الله الرحمن الرحيم الف هانا والشيفة للي ياكل حلة محشي بس على طريقة المغازي ده التوست هايزة حماصه شوية نقفل كده وتشوف اخبار البادكيك هايزة حلاوة دي عاملشي بسم الله الرحمن الرحيم يقدر تعمليها بالقرع العسلي تعمليها بالبطاطا شايفه السود ده كده بص يا شباب حلوة تعالوا نغرف ده مع بعض تقدري زي ما قلت لحضراتكم تقدميها مع سكر بودر تقدميها مع شرباط فكرة والله يا شب مغازي ده اللي ولاد بيش بيأكلوا القرع العسل انت كده أكلتهم القرع العسل بطريقة غير مباشرة ربنا يبارك لك هنعمل كمان أربعة مع بعض بسرعة عشان نعرف ونحفظ فكرة عمل الزبدة مع الزيت هتدقيلي بجد والله هوا تحط زبدة بس عشان ما زعلش منك يلا نوزع المقدار كده عشان وقتنا سرقنا نعملين محلة محشي النهاردة البيت ما تروعشي ليه؟ بانعمل لك حلة محشي حبيب الأولاد ما زكروش ليه؟ بانعمل لك حلة محشي حبيب جش في المغازي ريحك من القصة دي كلها تتحكي أنا عارف ها بس خلاص نشيل ده من هنا التوست نطلعه يا رب ما يكونش تحرق الحلاوة دي ما الحلال؟ بسم الله الرحمن الرحيم ناخد التوست الحلو ده كده شوفها يترسع الشربة ازاي؟ اه الله عليك يلا بينا؟ يلا بينا اه مراكب مراكب شفت طبق الشربة لونه تغير ازاي؟ اه اه حاجة جديدة والتوستية فيها طعم الزعتر والريحان مع التومة مع زيت الزيتون نشيل دي من هنا تعالوا نشوفوا اخبار البان كيك النهاية ايه؟ معلش هنطلع الاربعة دول وننهي عشان كده انا خدت وقت اكتر من وقتي انا اسف بس انا عايز اعمل طبق حلو عشان الاولاد بيحبوا ده وما عادين بيذكروا الله نقدم معا سكر بودر حابين؟ ولا نقدم معا عسل اختياري؟ انا معايا سكر بودر عينية حاضر يا فانده كده معايا هي تزيل فل الله عليك اهو ايه الحلوة دي عمشين؟ ايه الجمال ده؟ يلا بينا؟ والله بسراحة لو انا هاكلها يعني من غير اي حاجة خالص بس انا اخد الطبق ده كده واروح انهي الحلوة بتاعته هنا كده مع حضراتكم ونصلى على الحبيب قلبك يتيب حلياتنا النهاردة بساطة سهولة كمان فكر جديد عملنا قلب الكرومب او عملنا كرومباية بطرية جديدة وفرت على حضرتك وقت عملنا طبق شربة الصورة الحلوة تتحدث عن نفسها عملنا البيرد كيك بالقرع العسل فكرة حلوة لطيفة لأطفال ده وكبار السن بتنسوش طبعا ده مهم جدا رؤيا فن ابداع بتشوفوا كل ما عاشيشت القناة الاولى والفضايا المصرية من ماس بيرو اشتركوا في القناة المترجم للقناة المترجم للقناة